عبر الهاتف من القاهرة معي سيد أيمن عمر منسق البرامج الإقليمية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الفاو مساء الخير أهلا بك معنا سيد أيمن يعني طبعا مناطق النزاعات هي التي تشهد طبعا نتحدث عن أرقام فروقات ملحوظة ستة أضعاف عما سبق الوضع الآن فيما يتعلق بالأمن الغذائي ألا يجب أن تكون لدى المنظمات ومنظمة الفاو استراتيجية خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الأزمات سيد أيمن أهلا وسهلا مساء الخير أهلا وسهلا المناطق التي تشهد نزاعات في اليغلين تسجل أرغام عالية جدا من الذين يعانون من الجوع في آخر أرغام أكثر من 40 مليون شخص يعانون من الجوع في المنطقة 70% منهم 28.1% منهم في المناطق التي تشهد نزاعات منظمة الفاو تعمل في كل المناطق التي تشهد نزاعات في اليغلين تديها استراتيجيات للحد من انتفاقهم الجوع في هذه المناطق بالتعاون مع الشركاء الوطنيين وعلى راقهم الحكومات نعمل في كل هذه المناطق مثل تقديم المعونات الإنسانية العاجلة في التجالة الجراعي وفي نفس الوقت نقوم بالتعاون مع الشركاء الآخرين في المساعدة على التحضير للمرحلة الغادي وهي مرحلة الإعمار في هذه المناطق يعني بالتقرير ذكر بأنه الموضوع إحلال السلام هو سيكون الحل ولكن الأزمات لا تزال باقيا لا يمكن أن يكون هذا الحل انتظار إحلال السلام من هنا وطالما أنه الوضع غير مسموح لكم بطريقة أو بأخرى على الأقل هل ما بعد هذه الأزمات يتم العمل على القوانين تعديل القوانين فيما يتعلق مثلا بوجود قوانين خاصة لعدم عرقلة يعني على الأرض لعدم عرقلة جهود برامج منظمات إنسانية إن كان غذائية أو طبية وهذا ما يحدث يعني مع كل المنظمات لأنه هذا ما يعرقل صحيح سيد أيمن حتى لو أردتم ولو أنتم قادرون على التعامل مع هذه الأزمة نعم مؤكد هي المناطق التي تشهد نزاعات ديها أوضاع خاصة جدا فمن الصعوبة من المكان لكل المنظمات أن تصل بعض المناطق المتأثرة جدا بالنزاعات نسبة لعدم الأمن ولكن في هذه المناطق توجد ضيوب من المناطق يوجد فيها أمن نزدي فعلى سبيل المثال في سوريا حتى الآن المزارعين صغار المزارعين ينتجون أكثر من 50% من احتياج الدولة احتياج سوريا بشكل عام في اليمن حتى الآن في أكثر من 2 مليون وصفة عمل في تجال الزراع ومستمر في العمل فإحلال السلام هو الحل الأمثل والوحيد ولكن حتى تلك اللحظة حتى يحل السلام يجب أن نعمل يجب أن نبعم هؤلاء المزارعين على الإنتاج على البغاء على كذب سوق المعيشة توفر لهم حياة كريمة وفي نفس الوقت نقوم مع غيرنا من الشركات في محاولة التأثير في خلق بيئة آمنة للمنظمات لتقوم بتوصيل المعونات الإنسانية صحيح هذا ما قصدته نعم نقوم نقوم مع بغيرنا الشركات بمحاولات لتنغوانين أو على الأجل توصيل الاتفاقيات وإن كانت مرحلية طبما وصول المعونات للمحتاجين بأي الأرقام لديكم بهذا التقرير سيد أيمن عن أي عام نتحدث الفروقات عندما نتحدث عن ستة أضعاف يعني في من يقول بأنه بكثير هذا الرقم خاصة بأنه على الأقل الأزمات مازالت مستمرة طبعا ولكن أقل مما كانت عليه من عنف فيما مضى في السنوات القبل يعني وكأن تنتهي العملية في أكثر بلد نعم هي الأرقام مثلا في حوالي عام 1999 لألف 2001 عدد الأشخاص الذين يعانون النجوع في الإغليم كان حوالي 33 مليون الآن 40.2 من 10 مليون نعم في الدولة التي لا تشهد نزاعات انتقفض الرغم من 12.3 لـ 12.1 ولكن تضاعف بشكل كبير جدا في الدولة التي تشهد نزاعات طبعا لأنه عم نحكي من صحيح النزاع هو محرك أساسي لإنجام الأمن الغزائف الماضي وخاصة أنه ما سابق عم نحكي عن قبل أصلا بداية الثورات شكرا جزيلا لك سيد أيمن عمر منصق البرامج الأقليمية في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة الفاو شكرا